للمرة الثانية وفي أقل من شهر، يلتقي رئيس الأركان العام في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحداد والقائد العام المكلف في الجيش الليبي عبد الرزاق الناظوري. اللقاء ناقش عدة ملفات تتعلق بالمؤسسة العسكرية الليبية، فيما يعتبر استكمالاً لاجتماع سابق في ديسمبر الماضي تم خلاله بحث جهود توحيد المؤسسة العسكرية. وأعلن الحداد بعد اللقاء أنه تم الاتفاق على حل ودمج التشكيلات المسلحة من الطرفين في الشرق والغرب، وأشار إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية يحتاج إلى قيادة سياسية رشيدة على حد قوله. ووفقاً للحداد، المؤسسة العسكرية ليست عائقاً أمام الحل والاستقرار، لكن تم استغلال المؤسسة من الأطراف الداخلية والخارجية لتدمير البلد على حد قوله. من جانبه وصف النظور اللقاء بأنه ودي جداً، وأنه تم التفاهم بأسرع مما يتوقع الشعب الليبي. وقال إن الليبيين سيوحدون المؤسسة من دون تدخل أجنبي، مشدداً على أن مسؤولية المؤسسة العسكرية تتمثل في حماية الوطن والدستور. ووضعت خطة في المنطقة الغربية ولقيت استحساناً من المنطقة الشرقية بحسب المصادر. وتتضمن الخطة تصنيف المجموعات المسلحة إلى أفراد راغبين في الاندماج بالجيش أو الشرطة، وآخرين يريدون أعمالاً حرفية أو استكمال الدراسة. ووفقاً للمسؤولين العسكريين، فإن تحقيق كل ذلك يحتاج سلطة سياسية تعمل على تحقيق هذه المطالب، وفيما يتعلق بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، فلم يتم وضع جدول زمني.